منذ نعومة اظافرها احبت ندين عبود القطنة في حي الارمن بحمص العمل اليدوي واجادت مختلف فنونه الا انها باناملها الخيرة امتهنت هذه الحرفة واتخذتها مصدر رزق لها لمواجهة قسوة الحياة وضغوطها المتزيدة باعتمادها على اعمال الصوف دون سواها من الاشغال اليدوية هلا هو من الاساس عمنا هاي الموهبة والعيلة تقريبا امي اختي الكل بيعرف يعني يشتغل هاد الامر فانا حبيتها من الظاهرة يعني من دما كنت كتير صغيرة طبعا بس ما كانت مهنة يعني بالنسبة لهي كانت هواي اني اشتغل ايلي لأولاد اخي لرفقاتي لكذا بس اثناء الحرب يعني في كتير ناس خسرت وظيفة ومن بين اعطون انا يعني قد اشتغل قطعة خاص ام صرت انه نوع من اني تسلى يعني ما اكتب من هيك بالبيت انه اشتغلك شي خفيف تسلى فيه رفقاتي شجعوني كتير انه لأ انت شغلك حلو بحقك انك تطلعي يعني اشتغليت بالالفين وثلاث عشر فتحت المشروحي كصغير على قدي بس كتير اتفاجأت انه العالم لأ حاب هاي المهنة هي المهنة بالاساس هي تراس لكل بلد يعني لم تبخلنا دين على الفتيات والنسوة بتعليم اصول هذه الحرفة التراثية اللواتي تمكننا من تأمين مورد للرزق سواء كنا ربة بيوت او موظفات اجيت لعنده وصارت تعلمني بيجي تعطينا هي الفكرة بروح البيت بشتغله صار في عندي خطأ برجع بيجي لعنده الوضع المادة والظروف والحياة لجأنا لشغل تاني يعني انا مع انه دوامي يعني كان رواتبنا مليحة كانت تكفي مصروف مع راتب تاني بالبدلس هلا ما عادي يكفي عنا وسن اولاد بدين يدرسوا مصروف كتير كبير لجأنا لهيك شغل مصدر دخل النا كويس خصة بي هالظروف هاي يعني فعم نشتغل كنزات عم نشتغل كروشي يعني كل شي عم ينطلب للصبايا هاد جزان للصبايا عالموضة ومشغل اليد بيضل يعني احسن ومربوب اكتر منتجاتها المتنوعة وتصاممها المنطقة بعناية التي تناسب مختلف الاذواق والصيحات العصرية لا قد اقبالا كبيرا من اهالي حمص الا ان طموحها الاكبر هو تأسيس مشغل كبير لتعليم الحرفة لاكبر عدد من الفتيات والنسوة والحفاظ عليها وتطويرها من حي الارمن في حمص شيرين العلي الاخبارية السورية موسيقى موسيقى موسيقى